سيدة أمان أبدأ معك من الجهود التي يبدلها صليب الأحمر الدولية المنظمات الدولية فيما يخص بهدف التخفيف من حدة الأزمة في ليبيا بالفعل الوضع حاليا الميداني هو مأساوي وفي شدة الخطورة نحن نرى ونشاهد ارتفاع متواصل في الاحتياجات الأنية والطارئة للناجين من فعل الفيضانات ولكن نرى كذلك تزايد في احتياجات فرق الإغاثة فيما يخص موضوع انتشال الموتى وإدارة الموتى كذلك الوضع هو خطير جدا الناجون يحتاجون إلى أبسط مقاومات العيش الكريم من غذاء من أدوية من ملاجئ آمنة كذلك مياه كهرباء إلى آخره السلطات المحلية والفاعلون الإنسانيون بما فيها شريكنا الهلال الأحمر الليبي يعملون على قدم وساق على امتداد الأيام الفارتة لمساندة هذه الاحتياجات الطارئة ومساندة جهود الإغاثة والانتشال وتكييس الموتى حاليا أتممنا البارحة توزيع ما يقارب ستة ألاف من أكياس الجثث لمساندة هذه الجهود ومن المفترض أن نقوم ببعث ما يقارب خمسة ألاف من الأكياس الجثث الإضافية من مخازننا الموجودة في جناب نحو ليبيا خلال الفترات المقبلة ما نقوم بتقديمه لكي أكون في كامل الشفافية ويعد نقطة في بحر ما يحتاجه الفاعلون الإنسانيون والسكان المتضررين حاليا يعني الوضع في شدة الخطورة حاليا والاحتياجات تزيد مع مرور كل ساعة فيما يخص الجثث نتابع دعوات عدة يعني للتوقف عن الدفن في المقابر الجماعية ما السبب في ذلك؟ بالطبع نحن نتفهم أن يكون هناك حالة هلع محليا من قبل المجموعات السكانية حول خطر انتشار الأمراض من جراء تحلل الجثث ونحن لا ننفي هذا الخطر يعني هذا الخطر موجود وكلما تسارعت خطة انتشار الجثث من تحت الطين ومن تحت الركام ومن البحر كلما كان الأمر أحسن فيما يخص تفادي الأمراض أو تفشي الأمراض ولكن من المهم جدا أن تكون عمليات الدفن منظمة وأن يتم ترك المجال للسلطات المحلية والجهات المختصة بتنظيم عمليات الدفن حتى يكون الدفن تابع لمعين معينة حتى تكون مواقع الدفن يعني معروفة إذا كان هناك إمكانية لتوثيق أو التعرف على هوية المتوفين هذا يكون أمر من الممكن أن يساعد خلال الفترات المقبلة العائلات الذين فقدوا ذويهم بأن يعرفوا إذا كانوا هؤلاء الأشخاص المدفونين هم بالفعل من بين الأشخاص الذين فقدوا حاليا الأرقام وكما أدل بها الهلال الأحمر الليبي تشير أن هناك ما لا يقل عن 10 ألاف شخص مفقود بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف قتيل من وراء الفيضانات المدوية التي عصفت بشمال ليبيا يعني الدعوات لتفادي الدفن العشوائي هي دعوات الهدف منها هو أن تكون عمليات الدفن مطابقة للمعايير وكذلك بأن يتم منح الفرصة للسلطات التي تقوم وتسهر على القيام بهذه العملية بأن تقوم بدورها بشكل كامل نحن نتفهم حالة الهلع ولكن هناك جهود كبيرة تقام ميدانيا لتنظيم عمليات حفظ وتكييس الموتى ودفنها في مراحل أخرى كيف يتم التنصيق مع الجهات الأخرى والجمعيات الأخرى وذلك لتأمين كل الاحتياجات وهل نتوقع أن ترتفع حجم المساعدات التي سيقدمها الصليب الأحمر الدولي نظرا إلى الوضع المتفاقم وصعوبة الوضع في ليبيا سوف أبدأ من حيث انتهيتي نحن موجودين ميدانيا ومنذ الأيام والساعات الأولى التي تلت هذه الكارثة نحن بشرنا أعمالنا في تقديم الأدوية المعدات المنزلية الغذاء كذلك والمستلزمات الأساسية للسكان المتضررين بالإضافة إلى مساعدتنا في عمليات الإغاثة ونحن في صدد توجيه المزيد من مواد الإغاثة نحو المناطق المتضررة ومستعدون لتقديم أقصى جهدنا لمساعدة الجهود جهود السلطات وجهود الهلال الأحمر الليبي لمواجهة هذه الكارثة ولكن هذا سوف يكون بالطبع محدود بمدى قدراتنا المادية وكذلك البشرية حاليا هناك فريق إضافي من أخصائيين الطب الشرعي من قبل العاملين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوف يتوجهون للمناطق المتضررة لمساعدة فريقنا للطب الشرعي الموجود على عين المكان بالإضافة إلى الموارد الإضافية التي نقوم حاليا بتحويلها من مخازننا في جونيف للأسف أنا لم أنتبه إلى بقية النقاط التي أشرت إليها ولكن أريد أن أشير بأن أكبر هاجس وأكبر تحدي يواجهه الفاعلون الإنسانيون باختلافهم اليوم خلال محاولاتهم لتقديم مزيد من الإغاثة هو حالة البنى التحتية الأساسية لسيما الطرقات والجسور التي تضررت بشكل كبير وهذا بالتالي يعوق بشكل كبير من القيام بتحويل الإغاثة والمواد الإغاثية وفرق وتواقم الإغاثة في وقت سريع جدا يعني النسق البطيء نسبيا لجهود الإغاثة يعود إلى حالة الطرقات وعدم وصعوبة الوصول لبعض من المناطق الأكثر تضررا في منطقة شمال شرق ليبيا ولسيا مادرنا التي هي الأكثر تضررا من وراء الفيضان يعني تتزامن الأزمات إن كان في ليبيا وإن كان في المغرب وإن كان في السودان وذلك يصعب بطبيعة الحال العمل أكثر والجهود مطلوبة أكثر من كل المنظمات الدولية الفاعلة أشكركم من بيروت إمان ترابلسي المتحدثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر